تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم بمقار المجلس الاحتفال بمنح جائزة صاحبة السمو الشيخ حصة بن سلمان الخليفة للعمل الشبابي التطوعي في دورتها الأولى وفي بداية الاحتفال ألقت سمو الشيخ حصة بن خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة لجنة الجائزة ألقت كلمة قالت فيها إنه لشرف كبير أن تكون مناسبة بهذا اليوم لمنح جائزة نوعية تحمل اسما عزيزا على قلوبنا جميعا وهي المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الشيخ حصة بن سلمان الخليفة طيب الله ثرها وليدة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وهي مبادرة أطلقتها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وتفضل جلالة الملك المفدة بإصدار أمره السامي بإنشائها عرفانا وتقديرا لإسهامات الراحلة لما قامت به من جهود خيرية شملت الكثير من المجالات الإنسانية وأوضحت رئيسة اللجنة أن الجائزة تهدف إلى تقوية مجالات العمل التطوعي لدى الشباب البحريني وتشجيعهم على المبادرة والإبداع من أجل الآخرين في مجال اشتهرت به البحرين على مر تاريخها وكان سببا في إثراء مجتمعها المدني وقدمت سمو الشيخ حصة الشكر والتقدير لصاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على دعم سموها لعمل اللجنة التي كانت لها فرصة للطلاع على أعمال الشباب والشابات وقد قامت صاحبة السمو الملكي بتكريم الفائزين بهذه الجائزة في دورتها الأولى حيث فازت بالمركز الأول على المستوى الفردي الشيخ هالة بنت عالية الخليفة عن مشروعها أمنية لرعاية الطفل فيما فاز سيد محمد أحمد المرباطي عن مشروعه موقع فعاليات البحرين بالمركز الثاني وعلى المستوى الجماعي فاز بالمركز الأول مشروع نقطة تجمع للمتطوعين ومشروع حملة أمنية حملة أمنية الطفل بالمركز الثاني